مرحباً أنا بودوين زاندن أنا كنت محظوظاً كفاية لممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي لصالح أندية مختلفة وبطولات مختلفة بدأت مشواري في بي أس بي عند هوفن ثم بارشلونا و تشيلسي و ميدلس برو و ليفر بول وأوليمبيك مارسيليا في فرنسا وأنهيت مشواري في ساندرلاند بعد العودة للبريمير ليك كما قلت فأنا محظوظ جداً لتجربة أوقات رائعة في كل الأندية التي لعبت لصالحها آيندهوفن هو دوماً النادي المميز بالنسبة لي لأنه أول نادي احترافي لي وانتقالي لبرشلونا كان من أكبر الأحلام التي تحققت كنت لازلت في سن صغيرة فانتقلت لنادي تشيلسي وقضيت فترة جيدة مع ميدلس برو حيث فزنا بكأس الرابطة ولعبنا في البطولات الأوروبية وحينما انتقلت لليفر بول كان لدي أوقات رائعة أخرى وتجربة مميزة ونجاحات كبيرة حيث وصلنا لنهائي دور أبطال أوروبا لكن خسرنا للأسف أمام إيسي ميلن في نهائي أثنى 2007 بعدها ذهبت إلى فرنسا الدور الفرنسي هو منافسة قوية فنياً وبدنية حيث أضاف للكثير مشجع مارسيليا كانوا رائعين حقاً وفي الأخير أنهيت مسيرتي مع ساندرلاند حينما عاد للبريمير ليج من الصعب شرح الأمر برمته لكن كما قلت أنا كنت محظوظاً بالنجاحات التي حققتها مع كل الأندية التي لعبت لها على مستوى الأهمية كان برشلونة هو أكبر الأندية التي لعبت لها لكن لن أنسى نهائياً دوري الأبطال مع ليفر بول كان أيضاً أمراً مميزاً وبالحديث عن ليفر بول فتوقعات للموسم الجديد كبيرة لأن ليفر بول مر بموسم سيء وهو غير محظوظ في العام الماضي لكن حقيقة استمرار يورجن كلاب هو أمر إيجابي لأنه الوحيد القادر على إرجاع ليفر بول لأعلى مستوى ليفر بول سيحاول بكل تأكيد التعافية من الموسم الماضي وأنا متأكد أنهم سيقومون بكل ما لديهم ليعودوا للقمة مرة أخرى ليس فقط في الدولي ولكن كلنا نعرف أن يورجن كلاب وليفر بول مولعان بدول الأبطال يورجن كلاب لا يقوم بكل شيء بنفسه وبالطبع لديه جهاز معاون عظيم ولكن أيضاً فريق عظيم أعتقد أن الفريق تغير قليلاً بانتقال أكثر من اللاعب لكن لا تزال هناك بعض الوجوه المألوفة بالطبع كلنا نعرف الملك المصري محمد صلاح لا يزال هناك وأنا سعيد جداً لبقائه وسط لاعبي ليفر بول أنا متأكد أن ما قام به مع ليفر بول هو أمر مذهل وعدد الأهداف التي أحرزها خيالي هو أحد أهم عوامل النجاح في السنوات الأخيرة أنا سعيد خصوصاً لرؤية كودي جابكو اللاعب الذي عملت معه في أيندهوفن والذي انضم لعائلتي ليفر بول أنا أعتقد أنه سيكون أفضل في الموسم الثاني له مع ليفر بول بعد موسم أول صعب هو موهبة عظيمة وأنا متأكد أنه سيتوهج أكثر في الموسم الثاني رفقة صلاح ونونز ركيزة أخرى كبيرة تعود للفريق هو اللاعب الدولي الهولندي فاندايك هو أيضاً لم يحظى بموسم جيد حيث عاد من إصابة كبيرة وعادة ما يستغرق الأمر وقتاً لتعود لأفضل حالتك لكني متأكد أنه سيكون واحداً من أفضل اللاعبين هذا الموسم مرة أخرى لم أكن لعباً فقط في تشيلسي ولكنني كنت مديراً فنياً أيضاً البعض يريد أن يعرف ماذا حدث في تشيلسي هذا العام حدثت الكثير من التغيرات والكثير من اللاعبين غادروا ناغولو كانتي، كوليبالي، ميندي، كاي هاورتز، ميسون ماونت كثير من التغيرات في غرفة خلع الملابس وأيضاً المدير الفني الآن أعتقد أنهم سيحاولون العودة لطريق الانتصارات لأنهم صرفوا الكثير من الأموال في سوق الانتقالات الأخيرة لكن لم يؤدوا جيداً في الدور لذلك أنا متأكد أنهم سيقومون بأفضل ملديهم ليكونوا واحداً من أفضل الفرق هذا العام وبالحديث الآن عن الدور الإسباني كلاعب سابق لبارسلونة فأنا دائماً مشجع لبارسلونة هذا العام لن يلعبوا في ملعبهم الخاص حيث إنه تحت التجديد أعتقد أنهم سيلعبون الموسم كله في الاستاد الأولمبي والذي سيكون مختلفاً كلياً عن اللعب في ملعبهم سيكون مثيراً للاهتمام أن نرى كيف ستسير الأمور هناك دوماً منافسة قوية مع الغريم التقليدي ريال مدريد أحياناً تكون الأجواء هادئة حتى يحدث أمر ما ليحرك الماء الراكد في الليجة لكن مرة أخرى سيكون الأمر ممتعاً لنرى ماذا سيحدث بين الفريقين خصوصاً أن بارسلونة به بعض التغييرات على مستوى الفريق وليس الجهاز الفني لذلك أعتقد أنه معتدون على طريقة لعب تشافي يوجد نجم مصري آخر لعبت معه في ساندرلاند وهو أحمد المحمدي صاحب طاقة كبيرة على الجانب الأيمن وكان يمرر الكثير من العرضيات كان مميزاً في اللعب من الخلف لدي الكثير من الذكريات الطيبة مع أحمد لكننا ليس لدينا لاعبون مصريون في الدور الهولندي وحقيقة لا أعرف السبب كان يوجد البعض منهم على ما أتذكر ميدو لكن من يعلم ربما نرى في المستقبل نجماً مصرياً في الدور الهولندي والآن بخصوص المنتخب الهولندي فالمنتخب لم يكن جيداً مؤخراً صراحةً كان هناك تغيير للمدير الفني المدير الفني الجديد لم يستطع أن يحدد ما يريد أن يراه في الفريق لم نحقق أفضل النجاحات حينما واجهنا منتخبات كبيرة في دور الأمم الأوروبية أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل ليقوموا به يجب على اللعبين أنفسهم أن يكونوا في أفضل حال حينما يلتحقوا بالمنتخب الوطني ولن يتحقق هذا إلا عندما يقومون بأفضل أداء مع فراقهم المحلية يجب أن يرتقي المستوى قليلاً على مستوى المنتخب وأن يكون هناك بعض التغييرات لكنني متأكد أننا سنتأهل ليورو 2024 سيتأهلون لأن هذا ما نتوقعه دوماً من الفريق الهولندي حيث إنهم دوماً يتأهلون للبطولة وصدقاً فإننا كهولنديين نتوقع منهم دائماً الفوز بالبطولة هذا هو الضغط الملقى على عتق اللعبين دائماً أتمنى أنني قد أجبت على بعض أسئلتكم وأود أن أقول مرحباً للجميع وكونوا بأمان دائماً شكراً للنجب الكبير طبعاً نجب الهولندي بودون زاندن الحقيقة